ان الشعب اليمنى القوي لن يمكن لبريطانيا التي يقولون عليها العزمة بان تبقى في عدن او ان تبقى في الاجزاء المغتصبة من الجنوب ان الشعب اليمنى الذي سار في 26 ستمبر يعلم علم اليقين ان هذا النصر معناه دين عليه لاخوة الله وقعوا تحت ربقة الاستعمار وقعوا تحت ذل الاستعمار في عدن وفي الجنوب المحتل فعلى بريطانيا ان تخرج من ارض العرب لان ارض العرب للعرب هذه الكلمات الخالدة التي اصبحت عنوانا للمرحلة ونشيدا للثوار في طول وعرض الوطن العربي الكبير اججت نيرا العمقة في اعقاب تراجع خطاب النظال السني في المقابل فان النجاحات العسكرية على الارض وما رافقها من نجاحات في الميدان السياسي فرضت النظام الجمهوري كامر واقع ورقم صعب في المعادلات الجديدة يصعب تجاوزه او اغفاله وهنا دخلت مسيرة الثورة والجمهورية منعطفا جديدا تمثل في خوض معركة سياسية الى جانب المعارك العسكرية التي كانت على اشدها فالعمل السياسي في هذه المرحلة كان امرا ضروريا اقتضته الظروف الموضوعية التي كانت تحتم استثمار الانتصارات العسكرية على الارض بنجاحات سياسية اضافة الى ايقاف نزيف الدم اليمنى خاصة وان معظم من يحملون السلاح في وجه الثورة والجمهورية هم ممن استغلت فقرهم وجهلهم ابواق الدعاية الملكية ودفعتهم الى اتون حرب ظالمة لتحقيق اهدافها النفعية المجردة الا ان قوى الثورة والجمهورية خلال المعترك السياسي الذي خاضته ظلت متمسكة بخيار الشعب المتمثل بالنظام الجمهوري مدركة تمام الادراك لابعاد المؤامرة وخيوتها المتشابكة ورفضت التنازل او المشاومة رغم الظروف الصعبة والقاسية وهو ما دفع بالقوات الملكية التي كانت ترى ان الوقت يسير في غير صالحها الى تغيير تكتيكاتها السياسية والعسكرية في الوقت الذي كانت تجلس فيه على طاولة المفاوضات مع الجانب الجمهوري كانت تعد العدة للقيام بعملية عسكرية خيل اليها تقديرها القاسر لحقيقة التغيير الذي احدثته الثورة والجمهورية على الارض وفي روح ومعنويات الشعب اليمني انها ستكون عملية خاطفة تحسم الصراع لصالحها مستغلة انسحاب الجيش المصري عقب نكسة سبعة وستين اضافة الى حدوث تباين في وجهات النظر والاجتهادات في المعسكر الجمهورية فرأت ان الظروف مواتية للانقضاب على النظام الجمهوري فوجهت سهام الغدر صوب صنعا قلب الثورة النابض وروح الجمهورية النقية جمعت ما استطاعت ممن اوقعتهم ضروفهم القاسية التي صنعتها ابان حكمها البائد في خدامها فوجهتهم الى اطفاء نورهم وحاضر ومستقبل اطفالهم وتحت بريق الذهب وارشادات المرتزقة وغبار الدعايات المضللة اندفع الالاف لمحاصرة العاصمة صنعاء عام سبعة وستين حاملين في اذهانهم المحاصرة سورة صنعاء ثمانية واربعين وفي ايديهم اسلحة ربما صوبت في فترات سابقة الى فدورهم الا ان صنعاء الثورة والجمهورية استجمعت في هذه الفترة الحاسمة والفاصلة بين حقبتين من تاريخ اليمن استجمعت كل طاقاتها الروحية ومخزونها النضالي وتاريخها الوطني الحضاري الحافل بالمآثر الخالدة فحاصرت بيقينها المحاصرين باباطلهم معلنة ان عقارب الزمان لا تعود الى الوراء وان ما زرعته يد الله لا يمكن ان تحصده يد الشيطان فكان الصمود الاسطوري وكان الالتفاف الشعبي الرائع الذي جسد الوحدة الوطنية في اروع سورها والذي كان بمهابة استفتاء عام صوت فيه الشعب اليمني بكل تكويناته وشرائحه لصالح النظام الجمهورية فكان النصر المبين